تسرب للمياه القذرة جعل الأحياء كما تشاهدون تعطل مضخة الدفع نحو محطة التصفية تسببت في تشكل برك كبيرة تنبعث منها روائح كرهة يتخوف السكان في تسببها في أوبئة هو الواقع الذي وقفنا عليه بأحياء قرية هجوين وتنساوين بعاصمة الولايات من غاز هذه المشكلة اللي نعاني منه لدينا مدة اليوم وقالها 77 يوم قريبا لدينا شهرين قريبا لدينا في ثلث شهر لما هذا رح يمشي كما هك فيه رائحة كرهة فيه البعوض انتشار البعوض والكلاب الضالة أولادنا قام مرضوا وما نرقدوا في الليل لا نهار لا الليل شوفوا واشا نغانوا خدالوا واد نموز دار فينا خالة هنا أولادنا مرضوا نهار كامل نغانوا في السبيطار تدفق مياه الصرف الصحي أثر سلبا على المردود الفلاحي للمنطقة وعلى مخزون مياه الساقي التي اختلطت بالمياه القذرة وضع جعل الفلاحين يتخلون عن بساتينهم جراء الأضرار التي لحقت الأشجار المثمرة وإطلاف مختلف محاصيلهم الزراعية صدور المثمرة قد رحت لنا المثمرة قد رحت لنا كانوا فاتحين ولية فجنان عندهم واحد الأخر هذي واش يسموه مفتوحة فجنان أنا كانت هذه البلاد هذه تبارك الله التشين المشماشي الخيار الخيرات اليوم هاية هجرت صحراء ولات فاية الربعين فلاحة هربت من هذه البلاد الحل يقمن في اقتناء مدخة جيدة وهذا الحل هو في الحقيقة يتطلب يتطلب أنه في الحقيقة ما هوش نحن نقوله أمر قد يكون يطول شوية التجأنا إلى إصلاح المدخة اللي متوجدنا عندنا والحمد لله في غضون هذا اليوم سوف نقوم بالسلام المدخة وتركيبها السكان يأملون من السلطات المحلية تدخل العاجل لإنقاذهم من هذا الوضع وإنقاذ ما تبقى من محاصيل الفلاحين التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيدة